اشتركوا في القناة وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل من بيت الله الحرام من جوال الكعبة الشريفة من المسجد الحرام يتجدد بكم اللقاء لنتدارس آيات من كتاب ربنا عز وجل آيات من سورة آل عمران هذه السورة العظيمة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة النبوية وعند جمهور العلماء على أن هذه السورة السورة الثانية في النزول بعد سورة البقرة بالنسبة للقرآن المدني وكما مر معنا وتكرر ذكر ذلك من خلال مدارستنا لآيات سورة آل عمران أن القسم الأول من هذه السورة كانت آياته تتحدث عن ذلك الوفد الذي وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران قدموا إليه وكان ذاك الحوار الذي نزلت هذه الآيات المباركات في إثر تلك الواقعة وفي ثناياها وإن كان ذاك الوفد من نصارى نجران وهي تلك المنطقة البعيدة عن المدينة النبوية فهي في جنوب الجزيرة وهو يعطي دلالة على أن خبر هذا النبي الكريم قد عم آفاق هذه الجزيرة ووصل إلى أطرافها وأن ذلك الوصول أوجد أثاراً جعل هؤلاء الناس يفيدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بينهم ذاك الحوار والجدال الذي كان لآياته سورة آل عمران خبر عظيم عن ذلك الأمر وأيضاً وأيضاً بيان الطريقة الربانية التي التزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حواره وجداله مع أهل الكتاب وهذا مكمن أهمية مدارسة آيات القرآن العظيم أن نصل إلى مراد الله عز وجل وأن نصل إلى طريقة تطبيق مراد الله عز وجل الأصوب والأصح والأسد وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتبع أمر ربه عز وجل ونجد أيضاً في ثنايا الآيات تدوين الصدق والحق لواقعة حدثت و كيف كان هذا القرآن الكريم يتنزل ليعالج ما يحتاجه الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضاً مظهر من مظاهر حكمة تنزل القرآن منجماً وجدنا من خلال الآيات السابقة ونحن قد وصلنا إلى الآية الرابعة والستون من هذه السورة الكريمة المباركة وجدنا كيف ابتدأ عرض هذا الأمر وكيف وكيف كان الحوار والنقاش لذلك الوفد والذي إلى هذه الآية رأينا أن هناك كانت أمامنا عدة قضايا عرضها القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها يحاور وفد نصارى نجران كيف كانت البداية بذكر أحوال عيسى عليه السلام وما تعاور على تلك الأحوال من الأطوار التي بالتأمل فيها تعطي دلالة على أنها منافية للألوهية على أنها منافية للألوهية هذا من جهة ومن جهة أخرى تثبت قضية المعجزة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن ذلك كان في أمر خلقته عليه الصلاة والسلام فهي من جهة دلت بتلك الأطوار التي مر بها على أن هذا مخلوق وليس إله ومن جهة أخرى دلت على أن هذا المخلوق في خلقته صورة مفارقة لبقية بني آدم في خلقتهم أعطت له تميزا ودلت على المعجزة له عليه الصلاة والسلام فلذلك كان ذلك الأمر من ابتداء الاصطفاء لذرية إبراهيم وذرية عمران آل عمران ثم نذر أم مريم لما في بطنها ثم ولادة يحيى عليه السلام من زكريا وهو بتلك الحال هو وزوجه وهي قضية مصاحبة لولادة عيسى عليه السلام ثم قضية مريم وما كانت عليه من العبادة والطهر والعفاف إلى غير ذلك من تلك الأطوار ثم كانت القضية الثانية أو البعد الثاني الذي عرض من خلاله قصة المسيح عليه السلام في هذه السورة الكريمة وهو أن الله عز وجل ذكر في آيات عدة ما يحل عقدة أهل الكتاب في أمر عيسى عليه السلام ويزيح الشبهة التي كانت في صدورهم فكانت تلك الآيات في التذكير بخلق آدم عليه السلام وأن العجب في خلق آدم عليه السلام وأشد وأعظم وأكبر من العجب الذي كان في خلق عيسى عليه السلام ومع أن خلق آدم من غير أبوين أكثر في العجب إلا أنه لم يقل أحد أنه ابن الله فضلا من أن يقول أحد أنه هو الله وأما عيسى عليه السلام فقد خلقه الله عز وجل من أم بغير أب فإذا هو من حيث هذا الأمر أقل إذا ما قورن بي قصة أبيه آدم في الخلقة فكيف إذا يقال أن هذا ابن الله وهو بهذه الكيفية ثم نأتي إلى آدم ولا يقال عنه ذلك مع أن ما قيل في آدم أنه عبد الله وأنه وأنه خلقه الله عز وجل بتلك الصورة المعجزة فهذا الأمر كان مسلما فإذا يكون ما في شأن عيسى عليه السلام هو هو شأن آدم فكل منهم خلق من خلق الله عز وجل ثم كانت النقلة الثالثة وهو بعد أن عرضت شبهتهم ودحضت وبينا ما فيها من الباطل بعد أن أسس على قضية أطوار عيسى عليه السلام وبيان الحق في تلك في تلك الأطوار وكيف مرت يعني قصة عيسى ووجوده في هذه الدنيا ما هي الأطوار التي مرت بها ثم انتقل إلى حل تلك الشبهات ودحضها وإبطالها فعندما أصروا فالكتاب بين الحق في الخلقة وأزال الشبهة وحل العقدة فعندما لم يقبلوا هنا كانت النقلة إلى القضية الثالثة وهي أنه دعاهم إلى المباهلة إن كنتم مصرين وتعتبرون أن ما أنتم عليه هو الحق وأنما قاله هذا النبي الكريم الخاتم عليه الصلاة والسلام وما تلا عليكم من آيات القرآن التي تبين فيها شأن عيسى عليه السلام الحق وإبطال الشبهات فإذا لم تقبلوا فتعالوا لتقوم هذه المباهلة بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهله وولده وأن كل من الطرفين يدعو على نفسه بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهذا موقف حازم حاسم لكي يتجلى للناس في ذلك الزمن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن كانوا في وفد نصارى نجران ومن يبلغه الخبر في ذلك الزمن وإلى يوم القيامة بنتيجة بنتيجة المباهلة ولكنهم لم يقبلوا وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بابنته فاطمة وبالسبطين الحسن والحسين وكان جادا عليه الصلاة والسلام في أن يباهلهم ولكنهم تراجعوا ولم يباهلوا ولا أدل على أنهم ليسوا على ثقة مما هم عليه من ذلك الاعتقاد أنهم لم يقبلوا المباهلة ورفضوا بل عندها قبلوا أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من أموالهم ويدفع الجزية لهم وأن يبعث لهم معهم رجلا أمينا فعندما كان ذلك منهم إعراضهم عن المباهلة قبولهم بأن يدفعوا تلك الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم فعندها عاد عليهم الوحي بالإرشاد وسلك طريقا أسهل وأيسر عليهم وهذا يعطي الدلالة الواضحة بأن صلاح الناس وهداية العباد وإرجاعهم إلى الله غاية عظمى من وراء هذا الهدى الذي أنزله الله عز وجل ومن دعوة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلذلك كانت هذه الآية المباركة التي هي قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ثم ليكون أيضا في هذه الآية وفي آخرها أنهم إن لم يقبلوا ما جاء في صدر هذه الآية فيكون انتقال أيضا إلى موقف خامس وإلى قضية خامسة وهي في قوله عز وجل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون إذن هذه خمسة أمور هي تعطينا دلالة على المبالغة في الإرشاد وحسن التدرج في الحجاج في المحاجة والحوار وهذا تعليم رباني للمسلم كيف يجادل ويحاور أهل الكتابة وأهل الكتاب جاء ذكرهم في القرآن يهودا ونصارا جاء ذكرهم في سور مدنية وفي آيات كثيرة وخصوصا في القرآن المدني ومرة يتحدث عن أحوال آبائهم وسابق عهدهم وما كان بينهم من خلاف ونزاع وعن أنبيائهم وفي بعضها يتحدث عن موقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مرة يتحدث عن تاريخهم السابق وهذا الحديث يتعلق بقضايا متعددة ومرة أخرى يتحدث عن حالهم الذي كان منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا متنوع بحسب موقفهم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك نجد في السور المدنية آيات كثيرة فيما يتعلق باليهود وآيات كثيرة فيما يتعلق بالنصارى فيما يتعلق بالنصارى بل إننا نجد أن القرآن الكريم يبين أيضا أن من حكم الله عز وجل في البعثة المحمدية الخاتمة من حكم هذه البعثة وهي قضية إنهاء النزاع والخلاف بين الكتابيين وحل مشاكلهم المذهبية والذهنية والأفكار المتعارضة والمتضادة التي قامت بينهم والتي أدت إلى صراع طويل كانت أرض الشام محلا لذلك المعترك فيأتي القرآن الكريم ليبين أن من حكمة بعثة هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أن ينهي ذلك النزاع بين الكتابيين ومن أدلة ذلك على سبيل المثال قول الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير فإذن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه خاطب أهل الكتاب ودعى أهل الكتاب يهودا ونصارى وكانت تلك الآيات المباركات في السور المدنية تحدثنا عن ذاك الجهد الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب وكيف كانت استجابته لأمر ربي في هذا الباب وسنرى هنا أن الله عز وجل عندما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كيف امتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكيف دعا هؤلاء القوم بل كان من الاستجابة لهذا الأمر الرباني ومظهر من مظاهر تلك الاستجابة النبوية للأمر الرباني له صلى الله عليه وسلم أن بعث البعوث إلى الملوك يدعوهم إلى هذه الكلمة السواء فبعث إلى ملك الروم وقيصرها دحية الكلب الرباني وبعث إلى مقوقس مصر وكان أيضا نصرانيا بعث له حاطب بن أبي بلتع وبعث إلى جبلة بن الأيهم الغساني وكان أيضا نصراني فبعث له شجاع بن وهب الأسدي وبعث إلى نجاشي الحبشة عمر بن أمية الضمري وبعث إلى ملك بصرة الحارث ابن عمر وبعث أيضا إلى عامل قيصر على عمان أرض البلقاء فروة ابن عمر الجذامي وأن من هؤلاء من أسلم فعامل قيصر فروة فعامل قيصر فروة بن عمر الجذامي أسلم وملك بصرة أسلم جبلة بن الأيهم الغساني أسلم وكذلك النجاشي أسلم ومقوقس مصر أخذ الكتاب واحترمه ولكنه لم يسلم وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجاريتين وبخيل وبثياب وكان إحدى هاتين الجاريتين مارية التي تسرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأولدها إبراهيم عليه السلام وما كان أيضاً من ملك الروم وفي ذلك الخبر الذي رواه البخاري ومسلم والذي شهد ذلك الموقف أبو سفيان ابن حرب وكان ذلك قبل إسلامه وأن قيصر الروم جاء بهم وسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف حاله معهم كيف كان حاله مع قومه فثم بعد ذلك أمر بالكتاب الذي جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان المكتوب في ذلك الكتاب الذي جاء به دحية الكلب إلى قيصر الروم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إله رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أي الفلاحين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن نسلمون إذن هذا الحديث الصحيح المتفق عليه الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل الروم بهذا الكتاب والذي فيه هذه الآية من سورة آل عمران والتي هي درس يومنا اليوم يعطينا الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لأمر ربه عز وجل وبعث إلى هؤلاء يدعوهم إلى كلمة السواء يدعوهم إلى كلمة السواء التي أمره الله سبحانه وتعالى أن يخاطب أهل الكتاب بها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله فنقف مع هذه الآية الكريمة التي كما قلنا تمثل مرحلة وتمثل قضية في الحوار مع وفد نصارى نجران القرآن القرآن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله لهذا الوفد الذي وفد عليه فبعد أن أعرضوا عن المباهلة وعرضوا أمر دفع الجزية فجاء هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب إذن إذا نظرنا إلى مسار الخطاب فيكون المقصود بأهل الكتاب هنا وفد نصارى نجران وهذا على قول كثير من علماء التفسير ومنهم من قال بل المقصود هنا عموم أهل الكتاب فيدخل أيضا اليهود في هذا الخطاب وأن المقصود هنا وإن كان النصارى يدخل وفد نصارى نجران دخلوا في هذا الخطاب مباشرة إلا أن الأمر فيه عموم وأيضا هذا قول قال به عدد من المفسرين قل يا أهل الكتاب ونسبتهم إلى أهل الكتاب ترغيبا لهم من جهته والأمر الثاني إشارة إلى أن القضية التي سيدعو إليها جاءت بها جميع الكتب السماوية فهي من الدين المشترك بين الأنبياء وهي من القضايا المشترك في الكتب السماوية بل هي أساس المشترك بين الأنبياء وما جاء في الكتب وهي أعظم قضية اشترك فيها الأنبياء وأعظم قضية أيضا تلاقت عليها الكتب السماوية قل يا أهل الكتاب إذن رأينا أن الإشارة بأهل الكتاب فيه تحفيز لهم إلى أن يقبلوا ذلك فإنهم ذكروا بهذا الذكر ونسبوا إلى الكتاب ليكون لهذا الأمر قبول عندهم وهذا من جهة ومن جهة أخرى فيه إشارة على أن ما سيدعو إليه أن الكتب السماوية التقت عليه وذكرته بل هو أعظم قضية عليها التلاقي بين الأنبياء وكذلك التلاقي في الكتب السماوية كلها والله عز وجل قال في كتابه الكريم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد وهي الكلمة السوا وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد الله واجتنب الطاغوت وهي الكلمة السوا إذن هذه القضية الأم التي التقى عليها الأنبياء وهذه هي القضية الأم التي اجتمعت عليها جميع الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء والرسل فيقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا والنداء والنداء هنا بأن يقبل وأن يتقدم وشبه الكلمة وكأنها بالمكان الذي يجعل الإنسان بقدومه ينتقل من مكان إلى مكان وكذلك هذه الكلمة لمن قبلها قبلها ولم يكن قبل ذلك قبلها بحقها فيكون في قبولها هي انتقال له من حال إلى حال كمن انتقل من مكان إلى مكان فمن كان مثلا في نجران ثم أقبل ليكون في المدينة إذن هناك فرق هو الآن في مكان غير المكان الأول وكذلك من كان بعيدا عن هذه الكلمة السواء فإذا ما قبلها فإنه انتقل إلى حال أخرى إلى حال أخرى مفارقة للحال التي كان عليها قبلها فيقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة وهنا نقف في قول الله عز وجل إلى كلمة إلى أهمية الكلمة وعظم الكلمة ومكانة الكلمة وأثر الكلمة لأن الله عز وجل جعل هداه لهذا الإنسان كلمة فإما يأتينكم مني هدى فهذا الهدى الكلمة ولذلك هيأ آدم عليه السلام بالكلمة وعلم آدم الأسماء كلها والإسم كلمة فلذلك مسؤولية الكلمة عظيمة وأثر الكلمة عظيم ولذلك جاء الإخبار في نصوص الشريع في القرآن وفي السنة في بيان أن الهدى كلمة قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فإذن كلمات الله هذا الكتاب العظيم وهو من كلام الله جل جلاله هو هداه الذي أنزله على عبده ومصطفى صلى الله عليه وسلم ليبلغ به الناس من اتبعه هدي ومن أعرض عنه ضل من عمل به بمختضى تلك الكلمات نجى وفاز وسعد في الدنيا والآخرة ومن أعرض عن تلك الكلمات والعمل بها هلك وخسر في الدنيا والآخرة فالكلمة عظيم كلمة التوحيد لا إله إلا الله الكلمة العظيمة طريق النجاة للإنسان من قال ها دخل الجنة والإنسان يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات والإنسان يتكلم بالكلمة من سخط الله فيغضب الله عليه حتى يلقاه يوم القيام وهو عليه غضبان فالكلمة أمرها عظيم فهنا يقول الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى كلمة سواء إلى كلمة أي كلمة عدل الكلمة المستقيمة سواء بمعنى نتساوى جميعا فيها إذا كنا جميعا عباد الله حتى لا يقول أحدنا عزير بن الله ولا المسيح بن الله وأن تلك الكلمة لا يختلف فيها جميع الكتب وجميع الرسل فما هي هذه الكلمة التي لها هذه الأوصاف كلمة نتساوى فيها جميعا كلمة إذا قلناها جعلتنا نتساوى كلمة اتفق عليها جميع الرسل كلمة اتفقت عليها جميع الكتب فسر ذلك بما جاء بعدها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هنا ذكر العلماء أن هذه الكلمة التي تضمنها هذا البيان من الرب جل جلاله والتي أيضا عبر عنها بتلك الكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هي هي مجموعة في كلمة لا إله إلا الله لا نعبد هنا في لا إله إلا الله في هذا المعنى لا نشرك في النفي لا إله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله في النفي لا إله إذن هذه المعاني التي ذكرت هنا في هذه الآية يجمعها أيضا كلمة لا إله إلا الله فإن قال قال طيب هذا البيان بهذه الأمور الثلاثة أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا لما لم يأتي بالكلمة المختصرة لا إله إلا الله من اللطائف أن من المفسرين من ذكر أن لما كان النصار وقع منهم هذه الأمور الثلاثة وأن المراد بيان الخطأ والخلل الذي وقعوا فيه وطريق العلاج المتحقق بكلمة لا إله إلا الله فإنه فصل لهم أن لا نعبد إلا الله فهم قد عبدوا عيسى ولا نشرك به شيئا أشركوا حيث قالوا إن الله ثالث ثلاث ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا في الطاعة لهم في تحليل وتحريم ما لم يحلله الله أو يحرمه الله أو خالفوا وعارضوا ما جاء في كتبهم في هذا الأمر فلما وقوعهم في هذه الأمور الثلاثة التي هي داخلة تحت كلمة التوحيد وهم قد خالفوها فلذلك جاء البيان مفصلا جاء البيان مفصلا فيقول الله عز وجل تعالوا إلى كلمة سواء تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سواء كلمة بيننا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فعرفنا إذن ما معنى السواء ثم فسرت تلك الكلمة بقول الله عز وجل ألا نعبد إلا إياه طبعا هذه الكلمة التي تشهد العقول السليمة بصحتها إذ كان الناس كلهم عبيد لله ولا يستحق بعضهم على بعض العبادة أن يعبد بعض الناس بعضا فالعقل السليم لا يقبل ذلك وأنه لا يجب على أحد منهم طاعة غيره إلا فيما كان طاعة لله تعالى لذلك ما أعجب وأعظم هذا القرآن وهو يكرر هذه الحقيقة ويبين هذا الطريق السليم الصحيح في أصرح صورة عندما يأمر الله عز وجل المبايعات أن يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما يشترط النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك الشر الذي إن قبلوه بايعهم بايعهن وإن لم يقبلوه لا يبايعهن ما هو ذلك الشر قال الله عز وجل وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ وَهَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَأْمُرُ بِغَيْرِ الْمَعْرُوفِ الجواب لا والله يعلم ذلك من رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرط عليهن هذا الأمر وهو ترك عصيان النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي يأمرهن به كل هذا تأكيدا لألا يلزم أحد أحدا أن يطيعه في أمر ليس هو من طاعة الله عز وجل ويرى أن هذا من حقه وراضح فلذلك لما الله عز وجل بيّن هذا الأمر في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ بهذا القيد في معروف دل على أن هذا قيد في طاعة أي أحد لأي أحد من البشر أن يكون مقيدا بالمعروف أن يكون مقيدا بالمعروف وراضح فلذلك هذا القيد حقيقة مهمة فلذلك يقول الله عز وجل في هذه الكلمة كلمة الحق التي تشهد العقول السليمة الصحيحة بأنها كلمة الحق قال أن لا نعبد إلا الله وهنا نجد عندما قل أنه دعاهم بعد أن لم يقبلوا المباهلة ثم قبلوا أمر أن يدفعوا الجزية فدعاهم مرة أخرى باليسر والسهولة فنجد هنا دعاهم بما لا يثير أي داع نفسي مرتبط بالأنبياء فدعاهم إلى القضية الأم وهي أن يعبدوا الله عز وجل وحده ولا يشركوا به شيئا وأعرض هنا عن ذكر الأنبياء وكانت القضية الأم هو إفراد الله عز وجل بالعبادة والوحدانية والوحدانية علهم أن يقبلوا وعلهم أن يعودوا إلى الحق وأن يدخلوا في حياضه إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وحقيقة إلى كلمة سواء التفسير لها يعطي الدلال على أن قضية الخطاب الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب بالكلمة السواء ليست أنه ينظر إلى ما بينه وبينهم من قضايا محل اتفاق ثم يلتقوا عليها لا ليس هذا المراد ولم يقل به أحد من علماء التفسير السابقين ليس أنه أنه يلتقي معهم فيما اتفقوا عليه ليس هذا المقصود وإنما المقصود أنهم يلتقوا على كلمة التوحيد على كلمة الإيمان على كلمة لا إله إلا الله على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة إفراد الله عز وجل بالعبادة فلذلك هي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدر الجامع المشترك إلى القدر الجامع المشترك الذي يراد أن يجتمعوا عليه وأن يشتركوا فيه لا أنه ينظر إلى ما هو محل التلاقي بينهم ليجتمعوا فيه فإن هذا ليس هو المراد من كلمة السواء ليس هو المراد من كلمة السواء ولذلك هذا ما ذكره علماء التفسير ولذلك ما ذكره يعني إمام المفسرين الطبر رحمة الله عليه حيث روى بالسند إلى أبي العالي قال كلمة السواء لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله أي تعالوا إلى أن نعبد ألا نعبد إلا الله يدعوهم إلى أنهم يأتوا ليفردوا الله جل جلاله بالعبادة ولا يعبدوا غيره ولا يعبدوا غيره فلذلك إذن كلمة السواء هنا محددة وهي دعوة إلى أن يكون التلاقي عليها وليس النظر إلى ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد نصارى نجران من قضايا مشتركة فيكون التلاقي وأن ذلك كلمة السواء فليس بصحيح وإنما هذا هو المراد ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا نفرده بالعبادة ولا نجعل غيره شريكا له في استحقاق العبادة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا في أمر العبادة هنا أي شيئا إذا قلنا أن شيئا مصدر فيكون المعنى أي شيء من صور الإشراك لا نوقعه أو إذا قلنا أنه مفعول به لا نشرك به شيئا أي أي شيء من الأشياء واضح إذا ليس أي صورة من صور الشرك لا نفعلها ولا أيضا نفعل الشرك مع أي شيء من الأشياء وإنما نفرد الله عز وجل بالعبادة أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فمن العلماء من قال لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما سجد أهل الكتاب لعيسى أو لعزير فاليهود يقولون عزير بن الله والنصارى قالوا المسيح بن الله فمنهم من يفسر لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بهذا المعنى ومنهم من قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بمعنى أي لا يتبع البعض في تحليل شيء ولا تحريمه إلا فيما حلله الله أو حرمه الله وأن هذا المعنى هو نظير ما جاء في آية أخرى في قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وأيضا مما يدل على هذا المعنى يستدل العلماء على أن المعنى هذا هو المراد هنا يستدلون على ذلك بحديث عدي بن حاتم حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاتم أطاء كان نصرانيا قبل إسلامه ولذلك طبعا كانت النصرانية لها وجود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته فكانت في شمال الجزيرة فكان لها وجود وكثير من أهل تلك القبائل دخلوا في الإسلام ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته كما سمعنا جبلة بن الأيهم ملك غسان وغيرهم هو وقومه دخلوا في الإسلام وهذا عدي بن حاتم وكان النصراني فماذا يقول يقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فقال ألقي هذا الوثن عنك ثم قرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال عدي بن حاتم قال فقلت يا رسول الله ما كنا نعبده قال أليس كانوا يحلون لهم ما حرم الله عليهم فيحلون ويحرمون عليهم ما حل الله فيحرمون قال فتلك عبادتهم إذن المقصود هنا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي لا يتبعه في تحليل شيء ولا تحريمه إلا فيما حلله الله أو حرمه الله أربابا من دون الله ولذلك كان الفضيل ابن عياض التابعي يقول لا أبالي أطعت مخلوقا في معصية الخالق أو صليت لغير القبلة يقول هذا الخطأ مثل هذا الخطأ أردت ولذلك هنا فقضية الطاعة مقيدة بهذا التقييد ثم هنا ذكر العلماء لطيفة في قول الله عز وجل ولا يتخذ بعضنا بعضا اللطيفة أن البعضية تنافي الإلهية إذ هي تماثل في البشرية يعني يعني الذي اتخذ معبودا والمتخذ والذي يفعل ذلك كلهم من جنس واحد فيقولون يعني البعضية تنافي الإلهية فهي تماثل في البشرية وما كان ما كان مثلك استحال أن يكون إلها مدام أنه إنسان من لحم ودم وأن فيه الروح وأنها تخرج الروح فيموت إذن ما يمكن أن يكون هذا إلها لأنه من نفس جنسك ومما أنت عليه في الخلقة فكيف ترضى وتقبل أنك تتعامل معه أن يكون إلها واضح فهذه لطيفة ذكرها العلماء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إذن فإذن هذا الوصف العجيب العظيم الذي حقيقة يعني يجعل صاحب العقل السليم يقف عنده متأملا وكيف جعلوهم أربابا لأنهم أنزلوهم منزلة ربهم وخالقهم في قبول تحريمهم وتحليلهم فإن هذا حق الله عز وجل وهم قبلوا أن يجعلوه لغيره فلذلك جعلوهم أربابا حيث قبلوا أن يعطوهم وصفا للرب جل جلاله فيكون المعنى لأنهم أنزلوهم منزلة ربهم وخالقهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحلله الله والله عز وجل جعل كل المكلفين يتساووا في هذا الأمر فإن هذا لله عز وجل وكلهم ملزمون بعبادة الله واتباع أمره سبحانه وتعالى وتوجيه العبادة له جل جلاله ألا يتخذ بعضنا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا إن لم يقبلوا ذلك وأعرضوا فإن تولوا بمعنى أبوا وأصروا على ما هم عليه فقولوا إنا مسلمون أي أظهروا أنكم على هذا الدين القائم على عبادة الله وحده وعدم الإشراك به وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أردت وبيّنوا لهم أن الحجة الآن لزمتهم فاعترفوا لنا بأن هذا اللقب الإسلام الذي بمعنى الاستسلام لله هو وصف لمن حقق هذه الأمور الثلاثة أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن أصروا وهنا قال العلماء فإن هنا أفادت أيضا يعني التعجب في أنه بعد ذلك كله من هل يتخيل أن أحدا لا يقبل ذلك هل يتخيل أن إنسان عنده عقل سليم لا يقبل هذه الكلمة السواء أن تكون عبادته لله وحده وأن الله وحده هو الذي يستحق العبادة لا غيره وأن الإنسان العاقل لا يقبل أن يتخذ ربا له من بني جنسه يحلل له ويحرم عليه ويترك ما أحل الله وما حرم الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نسأل الله التوفيق والهدى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين ب 먹어� braكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسi قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر